أخذكم إلى عالم هوليوود في العام الماضي فيلم جرافتي كان من أهم الأفلام التي عرضت وحاز على خمسة جوائز أسكر هذا العام جاء فيلم آخر من الفضاء هو انترستيلر والذي استحوذ على اهتمام كبير ليرشح أيضا لجوائز الأسكر فما سر اهتمام الجمهور بهذه النوعية من الأفلام للتعليق ينضم إلينا من جدة لؤي الشريف مقدم برنامج فلمها صباح الخير يا لؤي احنا مبسوطين ان كنت كمان جاهز بخليني ابتدي معاكم يسألك عن أفلام الخيال العلمي هذا الاهتمام الشديد فيها طبعا موجود من زمان بس الفترة الأخيرة سايرين حتى نجوم الصف الأول بيشاركوا كمان فيها وصارك دائما في حديث عن أسكر ايش سر الموضوع صباح الخير سارة وصباح الخير مهيرة بس تصحيح معلومة المهيرة ترى غرافتي أخذ سبعة أوسكرز مو أترشح لتسعة وأخذ سبعة فبالنسبة لأفلام الخيال العلمي أنا أشوف أنه هي فكرتها أنه الواحد يبغي يجرب أشياء يعني ما هي موجودة في يعني داما نشابه الخيال العلمي هو خيال الأمس واقع اليوم كثير من أشياء الخيال العلمي بيكون فيها تجريب لأشياء ممكن تكون واقعية بس الناس بتجرب وبتقول كيف الاستقبال للناس سيكون لها وممكن تنجح وممكن ما تنجح أفلام الخيال العلمي بالمناسبة فيه أشياء كثيرة طرحتها في السنوات الماضية وصارت واقع اليوم يعني أعطيكي مثال جدا بسيط ممكن الناس ما تعرفوا أنه فكرة التابلت أنه يكون فيه تابلت ويكون فيه واحد بيستخدم تابلت ويحرك يده وكذا كانت موجودة في مسلسل ستار تريك تتكلم على السبعينات أو ثمانينات ودى حين صار الموضوع واقع ففكرة الخيال العلمي يعني هو مجرد طرح لأشياء الواحد ممكن يكون متحمس يعرف عنها وما هو قاد يعرف عنها في الواقع زي فيلم جرافيت يصور لنا الكرة أرضية من بره كيف يكون شكلها وكيف هالأيوه يعني عشان كده طبعا فاز بجوائز كلها سينماتاغرفي وكلها بجولة إلوه أنت شايف هذا الاهتمام هل هو بسبب مثلا عدم يمكن الإقبال على أفلام أخرى زي الأفلام الأكشن فتوجهوا لأفلام الفضاء وخاصة أنه جرافيت يمكن النجاح اللي غير متوقع اللي حقه يمكن أنت كمان كما ذكرت فوزه بسبع جوائز أوسكر خلى هوليوود يعني تنطلق بقوة أكثر في هذا العالم صحيح بالمناسبة كمان جرافيت كان مرشح أنه يفوز بجائزة أحسن فيلم بس بكتشر بس طبعا أخذها 12 years a slave أنا أشوف أنه التوجه لاحظي أنه التوجه ليش ليش سرقوي لأنه السي جي أو الانيميشن في الكمبيوتر والأشياء دي كلها تطور بشكل جدا كبير فصار الواحد يعني هذا الكلام حتى المخرج الفرنسي حق جرافيت يقول أنه أنه القدرات الهائلة عندنا في التصوير وفي الخدعة البصرية وبالمناسبة هو أخذ visual effects أحسن أوسكر صار مرة هائل وتطور تطور مرة فحبين يجرب حبين يشوف الموضوع كيف حنطلع به بشكل بشكل يعطي صورة أحسن للمتلقي يعني لكن طبعا ما يدور أنه في أفلام أكشن ودراما ممتازة لكن أفلام الساي فاي يعني بدأت تكتسح بشكل مرة كبير بسبب هذا الشيء لاحظي في 2014 في حوالي أكثر من 20 فيلم ساي فاي أكثر من 20 فيلم ساي فاي Transformers, Age of Extension, Age of Tomorrow عندك X-Men, Days of Future Past عندك Lucy, Transcendence, Interstellar طبعا العامة الضجة مرة كبيرة جميل طيب أي شيء واحد يعني ممكن يتفرج على هذه الأفلام ويحصل منها على معلومة بتكون فعلا واقعية عن الفضاء ولا هي لا مجرد تخيلات ممكن في يوم من الأيام بتصير واقع والله يسارة موضوع المعلومات في ناس يعني في ناس يختلفوا عليها جدا أفتكر أظنكم سمحتوا عن فيلم Armageddon طبعا اللي في سنة 98 حد بروس ويلس فيلم Armageddon دا لما ظهر يعني أتشنت عليه حملات من مجلات علمية مرة كبيرة إنه كل المعلومات اللي فيه غلط والمعلومات حقية الأكسجين اللي في الفضاء والأشياء دي كلها ما أنا عارفة التقنية لكن شنوا عليه حملات إنه المعلومات العلمية فيه جدا خاطئة لكن هل مثلا نقدر نستفيد منه معلومات عن الفضاء وعن الأشياء ممكن تكون عامة بشكل عام ممكن أنا فيلم غرافتي أستفد منه كذا معلوم مثلا يعني ممكن ما تكون دقيقة مية فيلمية لكن لا بالعكس ممكن يكون يعني ممكن أفلام الخيال العلمي تكون محتوى ثري للمتلقي العام لكن لو جيت عاد للناس اللي يحبوا التخصات العلمية والأشياء الدقيقة وكده ممكن يطلعوا لك الغلطة وغلطة وعلى فكرة مو شرط يا سارة إنه أنا كمخرج أسوي فيلم ساي فاي إنه أجيب أشياء علمية بصراحة أنا أبغى أجرب خيالي فين رايح يعني فهمتي كيف فمو لازم أتقيد بذلك الشرط بس مفيدة طبعا لأي مدى التكلفة العالية لهذه الأفلام يعني أفلام الفضاء تحديدا اللي نتحدث عنها اليوم يمكن قد تؤثر على كمية الإنتاج يعني نشوف يمكن فيلم واحد في السنة يعني هل تؤثر خاصة على موضوع الربحية لأنه في النهاية يعني هوليوود حابين يربحوا سؤال جدا ممتاز شوفي أفلام الخيال العلمي الأفرش حقها أقل فيلم أقل فيلم يعني تقريبا بيكلف من مية مليون وانت طالعة جرافتي مية مليون ترانسفورمرز ايجب اكستنشن ميتين وعشرة مليون طبعا التكلفة دي كلها معلنة على الام دي بي ما هو سر أفلام الخيال العلمي من مية مليون وانت طالعة أو ميتين مليون وانت طالعة فالتكلفتها جدا عالية أيوة لكن هذا الشيء هل بيأثر وما بيأثر أنا ما أعتقد أنه بالعكس هو بيستهدف يعني بيخلي النجوم البلوك بوستر يجوا للأفلام الساي فاي ولازم يكلف ترى لأنه محتاج بناء استوديوهات خاصة محتاج إفكت مرة عالية فالتكاليفه جدا جدا عالية لكن في الأخير بيربح يعني كل أغلب أفلام الخيال العلمي ايجو في تمورو روبو كوب ايجو فيكستنشن ترانسفورمرز جابوا مبيعات خيالية في الفيلوان 14 فإتس وورثت بالنسبة للمنتجين يعني نتمنى نشوفك في أحد هذه الأفلام بأنك من محبيها شكرا جزيلا لأي الشريف إن شاء الله مقدم برنامج فلم على هذا الاستعراض السريع لغزو هوليوود لعلب الفضاء